السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعلى الله وصحبه وسلم. ازايكم يا جماعة يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنصور مع بعض اليوم الاتنين وثلاثين للدورة بتاعتي. تمام? احنا يعني بنقول كل يوم على اليوم اللي هو ايه? اه اللي على الدور عشان تبقوا انتوا برضو عارفين معي. ولو انا مسلا غلطت في يوم ولا حاجة انتم ممكن تذكروني. بس انا بتاعيلك كده احنا ماشيين تمام. لان احنا طبعا يا جماعة بالرقم الحلقات في قلب الفيديو وبرى الفيديو كمان. يعني بتاعيلك كده ان احنا ماشيين صح. تمام كده? يلا كده يا جماعة نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نضغط لايكات كتير للفيديو. علشان الفيديو يرتفع ويوصل لاكبر عدد من الناس وناس كتير تشوفه وتستفيد من اللي احنا ان شاء الله هنعمله النهاردة. هنعمل نهاردة يا جماعة وصفة كويسة جدا. وصفة تستاهل لايكات كتير. ياريت يا جماعة اي حد بشوف الفيديو يضغط لايك. تمام? لقينا بصراحة فعلا انا يعني كن في الفترة الاخرانية ديك بلاقي عن اللي ايكات ولاي لا جدا. فعلشان كده الفيديو مش بيتشاف ولا بيعلم. ياريت يا جماعة اي حد يخش الفيديو. ويستفد منه او تحس ان انت استفدت من الوصفة اضغط لايك. تمام? يلا بنا كده بقى نشوف وصفتنا النهاردة. وصفتنا النهاردة ان شاء الله هنعمل النهاردة يا جماعة اقوى فاتح شهية. وكمان اقوى يعني وصفة تزود معك الوزن. الناس اللي هي بتقول لهم مش هم احنا عايزين وصفات دايما كتير باستمرار. النهاردة يا جماعة ان شاء الله عامل وصفة كويسة جدا. يمكن طول الدورة ديت هي المفروض اصلا تتعامل من بعد عشر في ايام تتعامل على طول كل اسبوع تعملها على الاقل مرة. فيمكن بقى من كتر الوصفات اللي احنا بقانا نعملها وكده ما كانش فيه فرصة لنعمل. فالنهاردة قلت لازم اعملها لكم على اساس للناس اللي هي آآ يعني هتغيب الفرخ عندها شوية او هتقعد مسلا عندها الاربعين يوم. افضل اعمليها بقى طول ما انتم قاعدة الفرخ عندك. صدقيني فعلا والله هتفرق معاك في الطعم. هتخلي لحمة الفرخ مسكرة. واتخلي لحمة الفرخة ما شاء الله. اكيد نامت بلا كده الوحيد. طبعا كلكو هتستغرب. لا ما حدش استغرب يا جماعة. الوصفة اللي احنا نعملها بجد والله يا جماعة لو احنا فعلا عملناها على طول دايما باستمرار دي هتخلي الفرخ ما شاء الله تشيل معاك اوزام رهيبة. هتفتح حشيات الفرخ وكمان هترفع المناعة بتاعته. فعلشان كده ان شاء الله هنعمل. آآ الناس بتقول يا مشاماء آآ افضل الاخر الدورة عامله وصفات فعلا والله يا جماعة يعني انا فعلا بحاول ان انا اعمل آآ كل يوم وصفات تسمين. يمكن لو انتم لاحظتم معايا في الفترة الاخرة ديت انه معزم الوصفات بتاعنا ووصفات تسمين وفي نفس الوقت لو احنا مسلا حقنا شوية اعشاب ولا حاجة ده بتبقى برضو علشان مشاكل معوية. يعني هي بتبقى آآ في نفس الوقت عشان مشاكل معوية وعلشان ايه آآ التسمين وكده. فاحنا النهاردة هنعمل آآ وصفة كويسة جدا. انا عملت معاك قبل كده وصفات كتير. آآ بجد بقى يعني عايز اقول لكم بس على معلومة بسيطة علشان ما حدش تزعل مني. فيه ناس كتير بتقول لهم مشاكل ما اكتبي لي وصفة يوم كزا. فآ انا ما قدرش يا جماعة اععد اكتب وصفة يوم كزا ووصفة يوم كزا. وفيه حد يقول لي طب اكتبي لي وصفات تسمين. احنا بنعمل وصفات تسمين كتير. ما ينفعش ان انا اععد اكتب الوصفات ده كلتا. يعني تخيلوا كده بقى يعني بالله عليكم مين بقى يجيلوا بال ان هو يعود يكتب لان احنا بنعمل حاجات كتير جدا. فانا يا جماعة الناس اللي يعني اللي عايز اوصفة اليوم كزا. الحلقات موجودة كتير على القناة بسم الله من شاء الله يمكن الحلقة الدورة دية آآ انا مرقمها باليوم بالزبط. يعني من اول يوم لغاية النهاردة. مرقمها. الناس اللي هي مسلا جابة الفراخ مبالها اسبوع او عايزة تمشي من اول اسبوع الاولاني هتلاقيها من اول يوم وتاني يوم تالت يوم لغاية النهاردة. وده طبعا كلته بفضل الاعشاب ما فيش اي ادوية ما استخدمناش اي حاجة للوصفة للفراخ بتاعتنا اكتر يعني خلاف اللي احنا بس احتاجناه هي الاملاح والفتامينات. ده بس اللي احنا ايه? احتاجنا له. علشان الدورة تمشي معي كويس آآ هنجيب املاح وفتامينات. بعد كده كل الحاجات اللي احنا بنعملها والوصفات اللي احنا بنعملها ماشي معي كويسة جدا. وبتبقى في نفس الوقت علاجية وبتبقى المشاكل التنفسية والمعاوية وكله كلاتها ماشي. تمام? آآ تعالوا بقى كده يلا اللي محطش لك يا جماعة ياريت يحط لايك ويلا تشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة عبارة عنين. زي ما انتشايفين بقى كده. احنا النهاردة هنعمل وصفة بالاعشاب وهنعمل برضو هندخل فيها حاجات كويسة. آآ زي ما انتشايفين ما شاء الله انا معي كده حوالي خمس اعشاب. كمون وكسبرة. وآآ كركم. ومعي برضو القرفة. والزنجبيل. تمام? ومعي كمفص طوم كده. وقرنفلفل. وطمط مية. وبصلية كويسة. الكمية دي يا جماعة ان شاء الله انا هعملها يعني دي دي كفي معي حوالي مية فرخ. لان انا هعمل منها برضو لفراخ تاني عندي. تمام? اللي حابب يعملها عشان ايه? يعني بلا انا ستقولي طب الكمية دي تكفي كم فرخ? الكمية دي تكفي مية فرخ. آآ اللي انتشايفينها معي دي. تمام? فان شاء الله احنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم بقى كده ونبدأ ان احنا نعملها كل الحاجات ديت ان شاء الله هنحطها في الخلط كده عندنا ونمسك هنضربها كويس جدا على اساس ان احنا ايه? يعني نعمل كده خلطة كويسة في نفس الوقت هتبقى فاتح شاهية للفراخة عندنا وفي نفس الوقت برضو هتبقى كويسة جدا. آآ كل الاعشاب اللي حطتها دي. آآ كل ده لدور. ازا نجاب الكواس جدا يا جماعة للبرد والخرفشة والقرفة فاتح شاهية والتمر الكزبرة والكمون. آآ مضة قدر الاسهالات. يعني هي وصفة علاجية وفي نفس الوقت بالزود الوزن. وكمان آآ زي ما قلت لكم في البداية فاتح شاهية. احنا كده حطناها. معنا بقى كده لمونة برضو. هنمسكها نقطعها كويس. ونحطها برضو في الخلط. يبقى الوصفة بتاعتي ما شاء الله كاملة مما جميعوا. هنحطها ونحط معا كبات ميا كده يضوبها بس تلف الخلط. علشان ما نفعش نحطها في الخلط نشف. هيا. حاولي بس كبات ميا كده بسيطة واقلم من كبات. هنهرسها بقى كده في الخلط ونرجع لكم تاني. وده كده يا جماعة الخلطة اللي انا عملتها بقت بالشكل انتم شايفينه قدامكم ده. رحيتها جميلة جدا. الكل الاعشاب اللي انا حطتها ما شاء الله ما خليها رحيتة يعني تجزي بالفرخ كده يا كل واحد. دي الوحيدة فاتح شاهية. انا هنحط منها للفراخ حوالي معلقة كبار او نصها كده على على الاكل. دور كده يا جماعة حاولي معلقتون كبار وده كفاية اول. هنغلفها بقى كلتها كده هوت. كل الحبيبات بتاعت العلف انا عايزاها ان هي تمتص منها. ودلوقتي قلبناها وهنحط الفراخ بقى منها وهنشوف الفراخ بسم الله من شاء الله كلتها هتتلمى دلوقتي على الاكل وتكل منه. طب هنعملها كم مرة في الاسبوع هنعملها مرة واحدة بس كده يا جماعة في الاسبوع. ده حلوة كفاية او. لو انت عملتها لغاية اخر الدورة بالشكل ده كده. آآ الناس اللي لسه فرخة صغيرة جماعة ممكن هي تستعمل الوصفة ديت من عمر عشر تيام برضو هتبقى كويس. وكفاية معلقة واحدة بس على العلف بتاعها. كلما الفراخ بقى تكبر معاك بقى عندها اسبوعا آآ آآ الثلاث اسابيع حول الانت الزاودي شوية صغارين كده. يعني الكمية اللي انا حطتها ديت ده معلقتان على العلفة اللي قدامه. ده حلوة او. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة اتمنى يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم ان شاء الله متنسوش تشيروا الفيديو وعملوا لايكات كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة